قبل غزوة الأحزاب أو الخندق بقليل هبت طائفة من يهود بن النظير في المدينة يجمعون الناس لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وقدموا على قريش في مكة وحرضوهم على قتال المسلمين ثم انطلقوا إلى غطفان في نجد وأثاروهم ضد الإسلام ونبيه وأعلموهم بما تم بينهم وبين قريش خرجت قريش من مكة بقيادة أبي سفيان كما خرجت غطفان من نجد وكان في طليعة رجالها نعيم بن مسعود ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ خروجهم جمع أصحابه وشاورهم في الأمر فاستقر قرارهم على أن يحفروا خندقا حول المدينة ليصدوا عنها وليقف الخندق في وجه الجيش الغازي ما كاد الجيشان الزاحفان من مكة ونجد يقتربان من مشارف المدينة حتى ذهب زعماء يهود بن النضير إلى زعماء يهود بني قريضة المقيمين في المدينة وأخذوا يحرضونهم على الدخول في حرب النبي فقال لهم زعماء بني قريضة تعلمون أن بيننا وبين محمد ميثاقا ولكن زعماء بني النضير أخذوا يغرونهم بنقض العهد حتى نقضوا العهد مع الرسول وأعلنوا انضمامهم إلى الأحزاب في الحرب وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقع بين يدي العدو فقريش وغطفان معسكرون أمام المسلمين من خارج المدينة وبنوا قريضة مستعدون خلف المسلمين في داخل المدينة وفي ذات ليلة من ليالي الحصار لجأ الرسول إلى ربه وأخذ يدعوه دعاء المحتاج اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك وكان نعيم بن مسعود في تلك الليلة على فراشه لا ينام ويطيل التفكير حيث سأل نفسه ما الذي جاء بي من نجد لحرب هذا الرجل ومن معه أيريق برجل عاقل مثلي أن يقتل أو يقتل بغير سبب بعدها تسلل من معسكر قومه في الظلام وأسرع متوجها إلى رسول الله فلما رأاه النبي بين يديه وكان يعرفه قال ما الذي جاء بك في هذه الساعة قال نعيم جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله لقد أسلمت يا رسول الله وإن قوم لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال اذهب إلى قومك وأضعفهم إن استطعت فإن الحرب خدعة قال نعيم نعم يا رسول الله وسترى ما هي سرك ثم ذهب نعيم إلى بني قريضة وكان لهم من قبل صاحبا وقال لهم لقد عرفتم ودي لكم إن قريشا وغطفان لهم في هذه الحرب شأنا غير شأنكم فأنتم هذا البلد بلدكم وفيه أموالكم وأبناؤكم وليس بقدرتكم أن تهجروه إلى غيره أما قريش وغطفان فأموالهم ونساؤهم في غير هذا البلد وقد جاءوا لحرب محمد وحرضوكم لتمزيق وثيقة العهد معه فوافقتم فإن نجحوا في قتاله فازوا وإن فشلوا عادوا إلى بلادهم آمنين وتركوكم له فينتقم منكم والرأي عندي أن لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا مجموعة من أشرافهم وتجعلوهم رهائن عندكم لتجبروهم على قتال محمد معكم حتى تنتصروا عليه فقالوا له نعم النصيحة ثم خرج النعيم من عند بني قريضة وذهب إلى أبي سفيان قائد قريش وقال له تعرفون عداوتي لمحمد ولقد بلغني أمر فرأيت أن أخبركم به إن بني قريضة ندموا على مخاصمتهم لمحمد وأرسلوا إليه يقولون ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش رجالا ونسلمهم إليك لتقتلهم وننضم إليك في محاربتهم ووافق محمد فإذا بعثت اليهود تطلب منكم رهائن من رجالكم فلا تعطوهم أحدا أراد أبو سفيان أن يختبر بني قريضة فأرسل إليهم ابنه فقال لهم إن أبي يقول لكم إنه قد طال حصارنا لمحمد حتى مللنا وقد عزمنا على أن نقاتله وننتهي منه وقد أرسلني أبي ليدعوكم إلى منازلته غدا فقالوا له إننا لا نقاتل معكم حتى تعطونا سبعين من أشرافكم ليكونوا رهائن عندنا فإننا نخاف إن اشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى بلادكم وتتركون لمحمد وحدنا عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبرهم بما سمعه فقالوا بلسان واحد خسئ أبناء القردة والخنازير ونجح نعيم في تمزيق صفوف الأحزاب بمفرده وأرسل الله على قريش وأحلافها ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وملأت عيونهم ترابا فرحلوا في الظلام ولما أصبح المسلمون ووجدوا أعداء الله قد رحلوا أخذوا يهتفون الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهكذا كتب نعيم بن مسعود لنفسه صفحة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي هذه الصفحة قصة من روائع قصص الخداع في الحروب وذلك مع أول يوم أسلم فيه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا اشتركوا في القناة